تحقيق حول وجود أسلاحة نمساوية مع روسيا على خطوط المواجهة في أوكرانيا معروف أن النمسا دولة محايدة ومن بداية الحرب قالت أنها لها ترسل سلاح لأوكرانيا ولا ترسل سلاح لروسيا حالياً دلوقتي فيه تحقيق بيقول أن فيه وجود أسلاحة كتيرة جداً وخاصة المسدسات اللي هي بتنتج في النمسا من الشركتين أو مصنعي الأسلحة في النمسا وقالوا أن الحاجات دي موجودة وبتستخدم حالياً على الجبهة الروسية ضد أوكرانيا تعليق حضرتك إيه؟ موضوع الأسلحة أستاذ نمدوح طبعاً النمسا يعني هذا التحقيق زي انسايدر الروسي طبعاً نقلاً عن تسيب طبعاً تسيب هوندرد أو تسيب بالحرسية انبلد للتلفزيون للنمساوي الوريف اللي عمل هذا التقارير بيقول لك أنه آلاف من قطع الأسلحة التي ذهبت إلى الجانب الروسي ويقومون يعني بالتعامل بصراحة مع هذه الأسلحة وكيف جاءت هذه الأسلحة من ضمنها قناصات من ضمنها المسدس المساوي الشهير المصنع في كارنتن طبعاً من الغريب من الغريب جداً أن تقوم هذه الشركات ببيع هذه الأسلحة إلى جهات إلى أفراد إلى دول إلى جماعات ولا يكون عندهم عندهم الأكواد الخاصة بهذه الأسلحة المعلومات على كل سلاح بيع بصراحة يوجد صورة بيقولوا أن دي كانت عن طريق هذا الطرف الثالث هذا القصد يعني ممكن تكون تركيا اللي اشتارت وبعت مثلا بعتتها الروسيا ممكن جداً ضمن العقوبات المفروضة على روسيا لا تستطيع تركيا ولا أي دولة في العالم أن تبيع أسلحة إلى الجانب الروسي لا بشكل رسمي أكيد لا أيوة بشكل غير رسمي هذا شيء آخر فبالتالي أعتقد أن التحقيقات استاذ ممدوح كفيلة بأن تعرف من أين جاءت هذه الأسلحة وكيف وصلت إلى روسيا التي تقاتل بها أوكرانيا أوكرانيا التي من المفترض أن أوروبا والغرب كاملاً يقف بصفها وخاصة أن هناك عقوبات فرضت من الاتحاد الأوروبي على دول الاتحاد الأوروبي اللي هتصدر سلاح لروسيا يعني الموضوع على المحكم عن نمسا